السلام عليكم مساعد الله مساعدكم كل خير مساء الخير مساء الورد على الجميع كلن وتوقيته أخوكم متعب السعد لا تنسون تشتركوا معي بالقناة وتفعيل الجرس لمشاهدة كل جديد في عالم السيارات بالوصف تحت راح أعطلكم جميع التواصل الاجتماعي الخاص فيني سناب شات تيك توك ان استغرام الله يحييكم جميعا اليوم مثل ما قلنا لكم أمس في حفل تدشين الجلي متجمعين الآن في قاعة الهلتون علشان بإذن الله أول ما جمعون شباب بنطلع نجرب سيارة الجميلة الفخمة اللي أمس خلناكم تكحلون عينكم فيها اليوم بتكون تجارب فعلية على الأداء على كل شيء موجود في السيارة سواء من تكيف من عزم من راحة في القيادة كل شيء بنجربه بإذن الله انتظروا راح تشوفون كل التفاصيل طبعا بنتقه هو ومن بعدها بندخل الحفل حين توقع في شرح معين عن التست درايف كيف بتكون اللفة اللي بنسويها ومن بعدها بنطلع ونجرب السيارة طبعا الحين تأسين ننتظر السيارات تجي بس توصل ومن بعدها بنركب على شخصين شخصين نجرب السيارات بنبدأ من الهيلتون إلى درة الرياض وبعدها بيكون فترة راحة في درة الرياض ومن بعدها نطلع ثاني مرة نرجع هنا للفندق الهيلتون كتجارب فالشخصين اللي بيركبون السيارة بيجربون واحد في الذهاب وواحد في العودة فإنساء الله طبعا هذه بداية سيارات جلي تقيلة يعيني ننتظر عاد سيارات الجديدة هذه لحظة وصول سيارات جلي منجارو أو منجارو منجارو يا عيني يا عيني هذا الأسود كيف الأسود الأسود جميل هذا هنا تقريبا الرمادي عشان تشوفون الألوان كاملة وهذا الزيت شوفوا الزيت زيت الفل هذا هذه فئة الفل كاملة شوفوا من الجنب حقها بيّن معاك وهنا الأبيض إن شاء الله لا وهذا اللون الأحمر شوفوا وهذا الزيت على طول حجزت هذه لقطتها عشان نأخذ الفل مرة واحدة نجربها شوفوا الروز جولد هنا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله معي الشيخ أحمد شهري هذا وسهلا آله مرحبا شوفوا جمال السيارة بسم الله دوبنا وصلنا درة الرياض هذي صفقة السيارات الألوان الزيت الثنين غمادي الأحمر الأسود شوفوا وهين الفضي هذا اللون الفضي وهذه السيارة اللي كانت معاي اللون الزيتي فئة الفل كاملة شوفوا هذي الألوان كلها صراحة قيادة جميلة جميلة ممتعة بشكل ما تتصورونا فعلا عزل أبدعوا فيه كذلك القيادة جدا ممتعة رش الله تبارك الله والتكييف برضو جميل هذه نقطة برضو التكييف جميل فيها تبريد مقاعد طبعا للمعلومية جميع السيارات هذه دفع رضايا بتقدر تتحكم فيه طبعا شوفوا الفرق بين الجنوط اللي وراء الفل كامل وهذا يعتبر الفئة اللي أقل منه طبعا كلها فل بس فرق المواصفات اللي هو الجمد والداخلية تكون كنتارة والسقف كنتارة تقريبا لكن كلها فل الأسود فرافي الأسود والله يبطلعها فخمة فخمة بشكل ما تتصوروا يعني أنا أشوف الأسود التوب الأول ومن بعدها الزيت فالأسود وعنتم عارفين أني أحب اللون الأسود فالأسود تحفظ صراحة طالع عليها دخلنا فندق الدرة بالاستقبال هالسيارة صراحة أبدع فنانين جلي أبدع والجلي كذا يخلونا بنفس اللوبي حق الفندق الله عليكم ما شاء الله تبارك الله نفس هذا اللي أخذناه طبعا ثلاثة شاشات داخلية الزيتي مع الأسود كنتارة كامل مع مخمل صراحة إبداع شوفوا الشكل كيف جاي صراحة جميل أبدعته يا جلي شوفوا ما شاء الله حتى بره حاطين سيارة من سيارات جلي منجاره بنفس الدرة جليل وعلان هذا اللون الرمادي شرايكم فيه هنا واضح جدا وهذه جميع الألوان الأبيض والزيتي والأحمر والفضي طبعا تكرر الزيتي هنا صممت بشغف اكتشف جلي منجاره الجديدة الجديدة كليا شركة الوعلان لتجارة وهذا مكان التجارب رح يسوون تجارب هنا تجارب هنا بنفس الوقت على السيارات وهذه السيارات كل كل هذي طبعا السيارات كاملة رح يكون تجارب حتى على الرقيه هذي وهي من نفس الشيء شوف نظام التعليق في السيارة جميل التجارب مع الكبك نفلح الجربة طبعا اشعلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة